اولادي وبناتي طلب الطالبات جريد فور اهلا بكم النهاردة هناخد مع بعض يونيت تو بعنوان موشن او الحركة او الكونسابت في اليونيت دي اسمه ستارتنج اند ستوبنج يعني الحركة والتوقف يعني هنعرف ازاي ممكن اوبجيكت جسم ممكن انه هو يعمل ستارت تو موف انه يبدأ يتحرك وازاي ممكن اخليه يعمل ستوبنج انه يتوقف عن الحركة تعالوا نشوف مع بعض الكونسابت بتاعنا بيتكلم عن ايه تخيلوا دلوقتي انتوا دخلتوا لقيتوا البوك بتاعكم الكتاب بتاعكم اللي كان على التيبل ما بقاش في مكانه اتنقل ولقيتو مثلا على تربيزة تانية او في قوضة تانية هتقولوا ايه هتقولوا الكتاب ده حصل له موشن حد حرقه من مكانه ونقله عمله ترانسفير لبليس تانية لمكان تاني يعني عمله تشينج في البوزيشن غير موضعه او غير مكانه كده قلت ان الجسم ده اكيد تحرك حصل له موشن تعالوا نشوف كده في الصوره اللي قدامكم الريد كار دي وقفه جنب البس البس ده راكن سيبت مكانه ويه ما بيتحركشي بعد شوية انا بصيت على الصوره نمبر تو لقيت الكار عمله تشينج في البوزيشن بتاعها غيرت مكانها بالنسبة المين بالنسبة للبس اللي ما بيتحركشي بعد شوية لقيت الكار بتاعتي غيرت تانية عمله تشينج في البوزيشن غيرت مكانها مقارنة بالايه بفيكس بوينت يعني نقطه ثابت يعني حاجه ما بتتحرك شي اللي هي البس فكده قلت ان مين اللي بيتحرك الريد كار بتتحرك عمله موشن يبقى يعني ايه موشن من خلال اللي احنا قلناه ده كله الموشن هي تشينج ان زا بوزيشن او ان اوبجيشن هي تغير في مكان الجسم طب انا بعرف من انه غير مكانه اني بقرنه بحاجه ثابت مكانها زي مثلا عمود نور في الشارع او بيت موجود معين اي حاجه ثابتة في مكانها دي اسمها انا بعرف ازاي اني في اوبجيكت اتحرك من مكانه بقارن حركة او مكان البوزيشن بتاع الابجيكت ده بمكان ده هي فاقدر اعرف ازا كان عمل موشن ولا لا لو عمل تشينج انزا بوزيشن يبقى عمل موشن ما حصلش تشينج في البوزيشن يبقى مفيش موشن طيب اي جسم اقول عليه ده تحرك لازم يكون فيه عندي شرطين او لازم يتحققوا ايه التو فاكتورز دول هو الكتاب اللي انا كنت احطاوه على المكتب اتنقل لوحده للقوضه التانية لا اكيد في حد جه اثر عليه وشاله من مكانه ونقله يعني فيه فورس قوة جات حركته شالته وقصرت عليه بقوة وشالته من مكانه يبقى اول فاكتور عشان الجسم ده يحصل له موشن قوة تقصر عليه اللي ممكن تقوم بوشنج او بولنج فورس يعني قوة دفع حاجة زقته او حاجة سحبته بولنج طب لما القوة تقصر على الجسم هيعمل ايه تشينج انزا بوزيشن او زا ابجيكت هيغير مكانه ومدام غير مكانه يبقى في الحالة دي خلاص كده الجسم ايه حصل له موشن طب لو انا قصرت بفورس عملت فورس اكتنج او بس ما عملش تشينجي في البوزيشن مغيرش مكانه حاولوا كده تزقوا الحيطة ما هي دي فورس اهي انا قصرت بالفورس بتاعتي بس الحيطة ما عملتش تشينجي في البوزيشن يبقى ما حصلش موشن تمام يا ولاد طيب الموشن بتاعتي دي ليها طيبس كتير الحركة دي ليها انواع اما موشن اقدر اشوفها بعناي موشن ايزي تو سي زي حركة الناس اللي في الشارع بارسون موك داون زا ستريت او اني لما يجي الهواء او الواند دي قوة فورس تطير ورقة شجر ليف بتاع بلانت او بتاع تري وتطيرها ما هي دي كده قوة اصرت على ورقة الشجر وعملت لها تشينجي في البوزيشن ودي شفتها بعناي ايزي تو سي يعني ورقة شجر وبطيرها الرياح او الهواء كل دي حركات انا اقدر اشوفها بعناي اقدر اللاحظها يبقى دي اسمها موشن ايزي تو سي في موشن تانية هارد تو سي يعني موشن هارد تو سي يعني حركة صعب اني انا اشوفها زي ايه هل انتم دلوقتي حاسين اني الارض بتدور حوالين الشمس لأ طب ما دي حقيقه هي الارض فعلا بتدور حوالين الشمس بس الموشن دي انا مش قادر اشوفها ولا لاحظها لانها نوع ايه موشن هارد تو سي يبقى الروتيشن اف ايرث اروند زو سن دي النوع بتاع الموشن بتاعتها هي فيه موشن بس موشن هارد تو سي طيب انا عندي نوعين من الفورسز تقدر تعمل افكت او اكت اون اوجيكت تو موف فيه نوعين من القوه بتأثر على الجسم عشان يتحرك اول نوع بوشنج فورس بوشنج يعني بدفع يعني بذوق الحاجة طب جربوا كده زوقوا طربيزة او زوقوا اي حاجة هتلاقوا نفسكم بتزوقوها اوه اوه يعني بعيد عننا صح ولا لا انا بزوقها انا وقفهو فلما بزوق اي حاجة بزوقها القدام بعيد عني يبقى دي اسمها بوشنج فورس هي فورس موف زي ايه زي كيكينج ابول هو انتو لما بتشوت القورة بتشرطوها عليكم ولا بعيد عنكم بعيد عنكم اوهي فرام يبقى اول ما شوت الحاجة او احرك الحاجة اوهي يبقى دي بوشنج فورس اني اعمل قلوز للدروور جربوا كده اقفلوا درج هتلاقوا بتزوقوا الدرج بتعملوا بوش اوهي فرام يبقى دي بوشنج فورس بريسنج باطن لما تيكوا تدوسوا على الظرار انتو بتدوسوا على الظرار اللي تحت يعني بعيد عن ايديكم صح ولا لا او بعيد عن جسمكم يبقى ده اسمه بوشنج فورس او ملقي النوع التاني من الفورس بولنج فورس يعني ايه بولنج يعني بسحب الحاجة بعمل يعني باخد الحاجة عندي نحيتي بقرب الحاجة دي نحيتي في نفس اتجاهي انا عليا جربوا كده تسحبوا الدرج وتفتحوه هتلاقوا نفسوكم بتسحبوا الدرجة عليكم صح ولا لا يبقى انتو كده لما بتعملوا انتو كده بتعملوا بتسحبوا الحاجة نحيتكم في اللعبة اللي قدامكم دي هل في لعبة تشد الحبل انتو بتزوقوا الحبل ولا بتسحبوا نحيتكم بتسحبوا نحيتكم يبقى اللي لعبة تشد الحبل دي كل فريق بيحاول يسحب الحبل نحيتهم كلوزر يعني نحيتهم كمان افتح الدرج يبقى وانا بقفل الدرج بعمل بوشنج وانا بفتح الدرج بعمل بولنج كمان لما باجي اني انا ارفع الشنطة انا كده بسحبها نحيته يبقى دي بولنج فورس في كمان نوع بقى من الفورس الفورس دي بولنج نوعها بولنج فورس وتسحب الجسم نحيتها مين هي الارض الارض بتاعتنا ليها فورس الفورس بتاعتها نوعها بولنج فورس بتسحب الحاجة نحيتها بتجذبها نحيتها وعشان كده سميناها جرافتي يبقى الجرافتي هي عبارة عن طلعه من مين من الارض من الارض وبتعمل بتسحب الاجسام ناحية مركز الارض يعني ناحيتها يبقى اسمها اسمها ايه بقى؟ الجرافتي دي زي ايه؟ تخيلوا كده لما يتبقى عندي الابل دي هتعمل داوم ولا هتعمل هتطير الاعلى? لا هتعمل هتسقط على الارض. ليه؟ لان الارض ليها تعمل بتسحب البول بتاعت البسكتبول بتعمل داوم على الارض ليه؟ لان الارض عندها اسمها ودي هتسحب البول الراجل اللي بينطب البريشوت ده بينزل على الارث عشان برضو طب تعالوا نشوف كده نجرب تجربك انا معي كورة في ايدي هزوها وادفعها هدفها كده الاعلى هدفعها لفوق يبقى انا كده عملت ايه هي الكورة كده راحت بعيد عني ولا ناحيتي بعيد عني يبقى حدفت الكورة في الهواء لفوق كده يبقى انا قصرت عليها ببوشنج فورس القوة دي جات منين من ايديه ايديه اديت لها قوة كده وقامت زق القورة الاعلى طب ايه لا يحصل للكورة هتطير لفوق وبعدين تتسحب وتنزل على الارض تقع ليه لان في فورس تانية هتعمل اللي هي هتعمل للبول عشان على الارض هتقع على الارض تمام يا اولاد يبقى دي كده اسمها ايه يبقى لما يجي ارمي كورة الفوق دي كده بوشنج فورس انها تقع على الارض دي كده بولنج فورس قوة سحب طيب يبقى احنا قلنا اننا لازم يكون عندي فورس الفورس دي سواء كانت بوش او بول هي بتعمل اكت و بتخليها تعمل يعني القوة هتقصر بتقصر على الجسم فهتسبب انه هيعمل ايه هتغير مكانه يبقى معنا كده اي جسم هيتحرك او هيعمل هيعمل موف او هيعمل يعني على حسب الفورس اللي بتقصر على الجسم هو ممكن يعمل موف او يعمل طب تعالوا نشوف كده اكزامبل قلت لكم من شوية اني لما بيكون فيه ورقة شجر وقعت وطارت مين اللي طيرة مين اللي عمل لها موف مين الفورس اللي قصرت عليها وعملت لها تشينج في البوزيشن الاير او الويند يعني الاير او الويند دي ليها فورس طيب جمل انجينيرنج اللي هم المهندسين وقالوا احنا عايزين نستخدم الاير فورس عشان اعمل بها موف لكارت كارت يعني عربية كده صغيرة عايز احرك العربية بقوة الهوى او قوة الرياح فعملوا ايه جابوا العربية دي وركبوا فيها من ورا طفاية الحريق طفاية الحريق دي بتعمل ايه بتزق الهوى بالتمنيجي نفتحها هتطلع الهوى يعني هتطلع الهوى لورا فده هيدي بوشنج للكار فورورد للامام فالعربية مش من غير محد يزوقها من غير كهرباء من غير بنزين من غير اي حاجة بقوة الهوى يبقى عملوا ايه عملوا فيكسينج الفاير اكستانجوشر اون ايه اون زا كارت فالاير بتاع الفاير اكستانجوشر موفز باكوورد الهوى اللي خارج من الاكستانجوشر من طفاية هيبقى الورا فده هيعمل ايه هيعمل بوش للكارت انها موف فورورد للامام هيدفعها هيزوقها تمام طيب تخيلوا كده قدامكم دي جات اير بلان يعني دي طيارة نفسها ودي شاحنة مين فيهم اسرع طبعا كلكو هتقولولي طبعا طب ليه ايه السبب كل يعني كل وسائل النقل بتاعتنا ماشية بحاجة اسمها محركات المحركات دي هي اللي بتعمل قوة دفع بتزق بيها الوسيلة المواصلات بتاعتنا دي عشان تحركها طب لما اقول لكم ان الجيت اير بلان فاستر زان التراك يبقى مين بتاعه باورفول يعني اقوى مين اللي بتاعته اكبر اكيد الجيت اير بلان يبقى لما يجي قولي ليه الجيت اير بلان فاستر هقوله لان يعني اقوى بكتير يعني معنى كده ان البوشنج فورز بتاعت بتاعت الجيت اير بلان اقوى بكتير او زان البوشنج فورز بتاعت اللي موجوده في التراك يبقى انا كل ما بزود البوشنج فورز كل ما بزود بزود القوة هيحصل هتزود سرعة الحاجة دي ولما تزود سرعت هتمشي مسافة طويلة ولا لما شفاء السيارة طبعا اللي هتمشيها الابجكت ده هتكون كبيرة هتزيد يبقى كمان هتزيد هتعمل وبالتالي الابجكت ده هيعمل لها طيب طبقنا بقى حاولنا نستغل الحاجة دي في ان احنا نعمل عملنا شاحنة ايا اسرع شاحنة في العالم الشاحنة دي اسمها شوك ويف تراك ازاي استخدمنا حتة ان احنا قلنا لو زودت القوة هتزيد السرعة فهتزيد المسافة ازاي الشوك ويف تراك دي هيت حصلت ثري جيت انجينز يبقى يعني ركبنا لها للشاحنة ثلاث محركات بتوقع طياره نفاسه ايه اللي هيحصل انا زودت عدد المحركات يعني عملت للبوشنج فورس اللي هتزق العربية دي او الشاحنة دي يبقى هيحصل للزبيد يبقى انا ليه حطيت ثري جيت انجينز لدرجة ان اللزبيد بتاعتها زادت قد ايه بقت بقت اسرع خمس مرات من اي تراك تاني عادية ليه انا استرى مركبها لها ثري جيت انجينز طيب الشاحنة السريعة قوي اللي عملنا للزبيد بتاعتها نقدر نعمل لها بسهولة لا طبعا فعملوا ايه قالوا احنا هناخد فكرة السواريخ بنوقف السواريخ بنعمل بنوقف حركة السواريخ ازاي عن طريق المظلات او البراشوتات فعملوا نفس الطريقة عملوا يعني ركبوا ثلاث براشوتات فيه فيه عشان عشان يعملوها الاول تبطقها وبعد كده واحدة واحدة تعمل ايه تعمل ودي كانت نفس فكرة نساسيم يبقى بصوا قادل مركبين لها الراجل بيعمل دي لما بيكون عايز يبطق يعمل للشاحنة دي هي فهتبطق حركتها وبعدين يقدر يستخدم الفرامل ويوقف الشاحنة لحد هنا حبايب قلبي خلصنا اللي هناخده النهاردة من كان سهل ولزيز حلوا كتير عليه عشان تقدروا تستوعبوه اكتر ويثبت اكتر في مخنا بالتوفيق حبايبي شوفكم على خير مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة